فوصلت إلى المدينة النبوية وهناك استقرت في هذه الأرض الطيبة شهدت أولا ما نعمت به عينها وهو زواج أمير المؤمنين عليه السلام بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ترى فاطمة بنت النبي أيضا جزء من تربيتها وشبابها وبقائها كان في بيت فاطمة بنت أسد لا سيما بعد أن توفيت أمها خديجة أيضا في السنة العاشرة إلى سنة 13 كانوا بعدهم في مكة بعدين صارت الهجرة يعني هالفترة اللي هي ثلاث سنوات أيضا كانت في بيت فاطمة بنت أسد فنعمت عين فاطمة بأن تزوج أمير المؤمنين ابنها بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وبعض الروايات تقول أيضا أدركت مولد الإمام الحسن عليه السلام هذا بعضهم ينفي وبعضهم يثبته هل أنه كان بين ولادة الحسن وبين وفاتها مسافة أو لا شافت ولادة الحسن ثم توفيت هذا محل كلام المؤكد أنها شهدت زفاف وزواج ابنها علي لفاطمة عليها السلام وتنقل عنها وصية لعلي أنها أوصت ابنها قالت يا بني اكفي فاطمة سقاية الماء وكلفها داخل البيت بالطحن والعجن سقاية الماء تحتاج إلى خروج تحتاج إلى مزاحمة تحتاج إلى مرور في الشوارع تحتاج إلى بروز بين الرجال إذا واحد يريد يروح يجيب من البئر من مكان بالتالي مو موجود البئر في داخل البيت بالضرورة فإن تأكفيها هذا الأمر وعليها هي ما يرتبط بداخل البيت من الطابخ من الخبز من العجن إلى غير ذلك من الأمور وهذا نفس الكلام أيضا منقول أن فاطمة ضمنت لعلي ما دون الباب وضمن لها علي ما بعد الباب الأمور اللي خارج البيت علي بن أبي طالب يسويها والأمور اللي داخل البيت فاطمة الزهراء تقوم بها بس يذكر هنا أيضا وصية فاطمة لابنها أمير المؤمنين